في بدلة إنسانية نبيلة أعلنت مؤسسة تحياة كريمة عن دعمها الكامل للشباب الريادية محمد طارق محمد عبد الرحيم من محافظة الغربية وصاحب مشروع عربة الشاي والقهوة المتنقلة والذي وجه مؤخرا تحديات أدت إلى سحب عربته وتصدره لقائمة الأكثر تداولا على مواقع تواصل الاجتماعي وخلال استقباله في مؤسسة تحياة كريمة قدمت المؤسسة دعما ماليا للشاب لاستكمال مشروعه وتطويره إيمانا منها بأهمية دعم الشباب الريادي وتمكنهم من تحقيق أحلامهم كما أعلنت المؤسسة أنها ستوفر لشاب الرعاية والتوجيه اللازمين لضمان نجاح مشروعه واستدامته من جانبه أعرب الشاب محمد طارق عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها له مؤكدا أنه سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه متعهدا بتحقيق النجاح في مشروعه ترجمة نانسي قنقر